اشتركوا في القناة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان دور المعلم في النهوض بالعملية التربوية الوطنية للمعلمين تعلن استمرارها في النظام وفي المسائية تتابعون أيضاً شباب من أجل وطن منبثق يطالبون بإشراكهم في العملية السياسية ومراكز صنع القرار كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر رصفية قولها إن الحكومة الموريتانية تسعى جاهدة لإطلاق حوال سياسي يجمع أكبر عدد ممكن من الطيف السياسي الموريتاني خلال فترة لا تتعبعها شهرين حسب المصادر وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس محمد العبد العزيز ناقش الموضوع مع شخصيات السياسية التي التقى خلال الأسابيع الأخيرة كما فوض بعض معاونيه الرسميين والسياسيين لإجراء لقاءات مع أطراف سياسية لتحديد شروطها بغية الدخول في حوان سياسي شامل وفي السياق ذاته قالت مصادر داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا إن النقاء الذي جمع رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولب الخير برئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولدادا وقيادات في المنتدى بنواقشوط لم يحمل أي جديد وحسب المصادر فإن ولب الخير أبلغ قادة المنتدى استعداد الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز لإطلاق حوار شامل خلال شهر إبريل الجاري أو شهر مايو المقبل دون أن يتحدث عن الضمانات التي طالب المنتدى بتوفيرها قبل الدخول في أي حوار مع النظام واعتبر المنتدى أن اللقاء مع ولد بالخير ينضاف لمجموعة اللقاءات السابقة التي أعلن فيها ولد عبد العزيز أكثر من مرة استعداده للحوار دون أن يقدم أدلة تدل على جديد النظام في تجديد تنظيم حوار شامل يخرج موريتانيا من الأزمة التي تتخبط فيها من بعقود وفي سياق آخر تظاهر الصباح اليوم عدد من الحمال الموريتانيين العاملين في ميناء الواقشوط مطالبين بتوفير وتحقيق مطالبهم وأكد المتظاهرون أنهم لم يمنعوا أحدا من القيام بعمله موضحين أنهم تعرضوا لإطلاق مسيلات الدموع من قبل السلطات الأمنية ما تسبب في إصابة بعضهم بالاختناق على حد تعبيرهم نعرفوا عن الحكومة الذي عدرتنا معه صالح أولاً اللي حقونا في كورنا ما نماسين مويهل رقاش ولا نماسين أي أسأل إنسان هو سوء منه بالتالي حازوا قلوا عننا نأخذوا من كورنا قلنانا مع النواقذين هنا كذاش من السنين وعدلنا نحن وساكنين فيه حازوا قلنا قاموا يخبطونا بقرينات في نقر كورنا خبطونا لخبيط اللي في نقر الكور ونعطوا مننا وحدهم ودأسوا مننا وحدهم وهذا في نقر ساحتنا وهذا نعتبره ظلماً وعدواناً بما أننا نحن ما نحاك من حد أن يضرع ولا نسامينا رقاش سوء منه بالتالي للمات أجل حالة لا يخبطوك حالاً بقرينات لا يخبطوك بقرينات وما شو ما يقف ما جاي ولكن هذا ما أجبرناه القانون ولا أجبرناه شيء دانها حزب اتحاد قوة تقدم المعارضة تدخل الأمني لفضي إضراب الحمالة بن واكشور واعتبراً أنه انحياز من السلطات لصالح أحد الشركاء الاجتماعيين كما طلب الحزب في بيان له بحوار اجتماعي عاجل بين الشركاء لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها مؤكداً أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور الموريتاني ومعلناً في الوقت نفسه تضامنه مع العمال المضربين حتى ينالوا حقوقهم كاملة حسب تعبير البيان في ظل الهجرة التي تشهدها الحزاب السياسية الموريتانية نظم شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نقطة صحفية بمناسبة انضمام مجموعة من شباب مدينة بابابي إلى الحزب الحاكم انضمام المجموعة حسب ما يقول أصحابها جاء نتيجة قناعة شخصية بمسال الحزب وخطه السياسي الزميل الشيخ الحميد ومزيد من التفاصيل شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ينظم نقطة صحفية بمناسبة انضمام مجموعة شبابية قادمة من بابابي بحضر رئيسهم الذي عبر في كلمة له بالمناسبة عن شكره لهذه المجموعة وأتبراً أنهم جاءوا إلى الحزب بقناعة شخصية بنهجه الذي يسير عليه منذ تأسيسه حسب قولي شكر هذه المجموعة من الأخوة من بابابي ومأكد لهم فرحنا ومبتنانا بحضورهم الذي عبر عن نجاح وأهمية سياسة الرئيس المؤسس محمد العبد العزيز نحن من 2008 متأكدين أن هذه السياسة هي السياسة التي في صالح الجميع هي هي السياسة التي في صالح الوحدة الوطنية الشباب المنضمون تحت بواء حزب الاتحاد من جديد عبروا عن فرحهم وامتنانهم بالانضمام للصفف الحزب مؤكدنا أنه قرار تبلور عن قناعة شخصية وتذمين لإنجازات تحققت للوطن في ظل الحكم الحالي نحن الشباب المنضمون للاتحاد المجموعة هدفنا هو أن نواصل مع هذا الحزب في المزيد من الإجازات لموريتانيا والتي نريد لها أن تكون دولة لنا جميعا في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها الساحة الوطنية يبدأ إذن موسم الهجرة السياسية ليحضل الحزب الحاكم في موريتانيا بجزء منها وهو جمع من الشباب مقتنعين بطرحه ونهجه السياسي الشيخ الحميد الوطنية وقعت الحكومة الموريتانية مع الصندوق العربي للإدماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقية تمويل إنشاء مزرعة للرياح بمنطقة بولنوار في الشمال الموريتاني بمبلغ قدره 37 مليار أوقية وزير الاقتصاد والمالية الموريتانية المختار والجاي وقع الاقتفاقية عن الجانب الموريتاني خلال مشاركة وفد الحكومي الموريتاني من قطاعات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي الموريتاني في الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية المنعقدة في مدينة المنابة بالمملكة البحرينية ومن المتوقع أن تمكن المزرعة من توليد 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمنخفضة التكلفة وفي سياق آخر وزه وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني والدشرقة سفن صيد على 11 قطان شاطئيا في مدينة وذيب شمالي موريتانيا وقال الوزير إن الدولة منذ 2012 تبنت مشروعا طموحا لصناعة زوارق شاطئية تتوفر على أعلى معايير السلامة والراحة وإن تسليم الدفعة الثانية من نوعها يعزز طموح الحكومة في تحقيق المشروع ويخلق مزيدا من فرص العمل كما يساهم في توفير التشغيل حسب تعبيره تحت عنوان دور المعلم في النهوض بالعملية التربوية نظمت النقابة الوطنية للمعلمين صباحا اليوم لدوة أعلن من خلالها المعلمون مضيهم في النضال حتى تتحقق جميع المطالب التي تضمنتها عرضتهم المطلبية التي وجهت للوزارة السبيل أحكوب سيد عبد الله ومزيد من التفاصيل لأجي النهوض بالمعلم ودوره في العملية التربوية يطلقت نذل التي نظمتها النقابة الوطنية للمعلمين حيث أوضح المتحدثون أنهم ماضون في النضال حتى تتحقق كل المطالب التي يطالب بها المعلم كترقيتهم الفئة باس وبالفئات القراء وذمين حضور زملائهم من كل أنحاء موريتانيا في فيئة باء من المواضجين وهم شباب يحملون شهادات عليا وهم السنين في هذه الفئة يجب أن نناضل حتى ننتقل من هذه الفئة إلى فيئة أخرى كذلك يجب أن نضع المعلمة في وضعية مادية مريحة ومعنوية كما أذكركم بأن النقابة الوطنية للمعلمين حسب نصوصها وأهدافها فهي لا تهتم فقط بالناحية المادية للمعلم وإنها تهتم بالناحية المادية والثقافية والاجتماعية كما أنها تهتم أيضا وقدمت الكثير من الاقتراحات والدراسات من أجل إصلاح التعليم حتى يكون تعليمنا تعليم يسير العصر القرن العشرين الذي نحن فيه الآن قبل أن نعلن افتتاحا على بركة فيما أكاد العضو في النقاب الوطني المعلمين أن أكبر عائق نواجه المعلم هو ضعف التكوين الذي لم يعود موجودا وكذلك توفر الحماية المعلم باعتباره اللبن الأولى لعملية التربوية المدرسة أو المدرسة بصفة خاصة بأن المدرسة أو المعلمة بصفة خاصة تواجهه جملة من التحديات والمعوقات في حياته العملية تتمثل فيه واحد المنهاج التربوي والبرامج الراكدة والمتديات التي لم تفعل أثنين الاكترار وتدني المستويات وانعدام أو توقف التكوين المستمر هكذا عبرت النقابة الوطنية للمعلمين عن استمرارها في النضار حتى تتحقق كل المطالب التي تطلع إليها المعلم في زبر تراجع فيه عطاء المعلمين توازيا مع الاستهزاء الذي يواجهونه من طرف البعض وكأنهم لم يعوقوا للشاعر قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا يقوب سيدا عبدالله الوطنية قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين والشيخ صباحا اليوم الأربعاء بمقر سفارة ألمانيا الاتحادية في الواكشوت تعازي موريتانيا في وفاة وزير الخارجية الألمانية الأسبق هانس ديترش وكتب الوزير في السجل المفتوح بالمناسبة في مقر سفارة ألمانيا الاتحادية بنواكشوت أن موريتانيا حكومة وشعبا تتقدم بأحر تعازي وأخلص المواساة للمستشارة والحكومة وشعب الألماني الصديق وإلى ذوي الفقيد في وفاة وزير الخارجية الألماني الأسبق جرى التوقيع بحضور السفير مدير أوروبا لوزارة الشؤون الخارجي والتعاون وعدد من العاملين للسفارة نظمت مبادرة شباب من أجل وطن منبثق مساء أمس ندوة حضرها العديد من الشباب الموريتاني طالبوا فيها بإشراك الشباب في العملية السياسية ومراكز صنع الخرار منوهين بأهمية الحوار والتشاور في عملية البناء والتقدم مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل العالي مسعود تحت عنوان شباب من أجل وطن منبثق اجتمعت كوكبة من الشباب الموريتاني من مختلف الأطياف والأجناس والتخصصات على مائدة الوطن وتوحيد الصف الشبابي من أجل إدماجه في العملية السياسية ومراكز صنع القرار مؤكدين أن المبادرة الشبابية تأسست من أجل موريتانيا مزدهرة وجمقراطية حرة مشددين على ضرورة الحوار والتشاور في بناء الوطن إن المبادرة من أجل وطن منبثق تستنهض الفكر الوطني لدى كافة القوى الحية من أجل الحفاظ على السلم والوحدة والمعام الوطنيين حيث أن أصحاب المبادرة من أجل وطن منبثق مقتنعون أنه لا بديل عن الحوار والتشاور لتعزيز ديمقراطيتنا وانبثاق بلدنا اجتماعيا واقتصاديا وتنميته تنمية لائقة مستديمة اجتماع الشبابي جاء في ظل الحراك الذي تشهده الساحة السياسية في موريتانيا وللي يجمع الجيل الشبابي حتى وإن اختلفت مشاربه وانتماءاته السياسية والاجتماعية ليبقى فتح الباب أمام الشباب من مختلف الأجناس والأطياف والتخصصات هو الدافع الأول والأخير وراء المبادرة الشبابية حسب ما يقول أصحابها هذه المبادرة العاملة ضمن الأغلبية الرئاسية مفتوحة أمام كافة الفاعلين السياسيين وتشكل إطارا دائما للتشاور والنقاش والتعبئة والتحسيس حول الرهانات السياسية والامتصادية والاجتماعية والثقافية لوطننا من أجل خرق غروف خرق ظروف ملائمة للإنبثاب في جو التشاور والتفاور تواهرة شبابية شهدت عروضا ورقصات شعبية ومثلت فيها الأصالة الموريتانية من خلال حضور سذينة الصحراء التي ظلت متمسكة بمكانتها في عصر السرعة والعولمة والتكنولوجيا واختمت بحفل موسيقي على أنقام تيدينيتس والحانها الشجية الأصيلة العالم سعود الوطنية موسيقى أما الآن فنفتح صفحة الأنباء الدولية مع بشرة الشيخ موسيقى 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 أكدت مصادر أعلامية فرارة مئات العائدات من معارك الدائرة بين القوات العراقية وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في قضائها تتابع لمحافظة الأنباء موسيقى 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 في صياق الآخر تواصل القوات العراقية تقدمها باتجاه قلب قضائه حيث تمكنت من السيطرة على بعض المناطق من أطراف المدينة وسط الضربات المدفعية وجوية على معاقل داعش موسيقى 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 يعمد سكان مناطق خاضعة للسيطرة الفصائل المقاتلة في حلب إلى زراعة أراضيهم في مسعى لتحقيق اكتفال انقذائي وتفادي أذار الحصار المحتمل من قبل القوات النظام السوري التي تسيطر على المنطقة موسيقى ننتقل بكم الآن إلى جديد الملعب الرياضية صحبة الكابتن صلاح الدين سدح موسيقى 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 رسمي في نادي أفسير نواذيبو بمدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا أن المدير الفني للفريق موسى أول القاسم قدم استقالته اليوم لرئيس نادي عزيز بوغربال وأكرت المصادر السابقة بأن سبب الاستقالة المفاجئة لموسى هي الخلافات المتجددة بينه وبين مدرب النادي التونسي يماني سلفاني حول طريقة التعامل الفنية مع لاعب الفريق خاصة على مستوى الفئات الصقيرة ورقم استعانة النادي بعدة مدربين أجانب إلا أن موسى ظلم محتفرا بمنصب المدير الفني مع تولي منصب المدرب عند كل إقالة لمدرب أجنبي ولم يقادر الفريق بشكل نهائي طوال هذه السنوات نقطة نهاية زميل أحمد يوسف لك الكلمة مسائية انتهت عودا لتذكير بأبرز ما جاء فيها موسيقى بين سعي النظام ورفض المعارضة حديث الحوال السياسي عدو للواجهة من جديد موسيقى من ظل تواصل إضراب الحمالة اتحاد قوى التقدم يدون التدخل الأمني لفضل اعتصاله موسيقى موسيقى الحكومة الموريتانية وقعوا اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موسيقى تحت عنوان دور المعلم في النهوض بالعملية التربوية الوطنية للمعلمين تعلن استمرارها في النضاء موسيقى وفي المسائية تتابعنا أيضا شباب من أجل وطن منبثق يطالبون بإشراكهم في العملية السياسية ومراكز صنع القرار موسيقى موسيقى أشكركم على كرام المتابعة في أمال الله موسيقى 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 موسيقى